أعزائي المشاهدين وأعزائي المشاهدات برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج معرفة القدوس من أهم احتياجاتنا كبشر في الحياة الإحساس بالأمان ومن أهم جوانب الإحساس بالأمان أن احنا نحس بعدم الاحتياج وأن احنا نحس بدرجة من الإطمئنان على المستقبل فمن الطبيعي أن الإنسان يفكر في بكرة يفكر في الغد ويخطط للغد ويعمل للغد يعني يعد له يجهز له إلى آخره ده شيء كل ده شيء طبيعي ده ميل طبيعي في الإنسان وسلوك طبيعي للبشر لكن هذا الميل الطبيعي والسلوك الطبيعي معرض أنه ينحرف أو أنه يزيد عن حده إيه اللي يزيد عن حده؟ الاهتمام بعدم الاحتياج الاهتمام بالغد والإعداد له ممكن يزيد بدرجة تحدد بنوتنا لله تحدد أن احنا نعيش أبناء للملكوت عشان كده المسيح اتعرض للنقطة دي في العزة على الجبل وهو بيتكلم على حياة الملكوت حياة أولاده في الملكوت كأبناء لله والله أبوهم فاتكلم قال إن احنا ما نكنس كنوز على الأرض وقال إن احنا ما نقدرش نخدم سيدين يا الله والمال فالمسيح مش قصده إن الإنسان لا يشعر بالأمان ربنا يسوع المسيح مش هدفه إن الإنسان يعيش في عدم أمان ولا إنه ما يجهس للمستقبل بتاعه إطلاقا بالعكس اللي عايزه إن يكون عندنا أمان حقيقي أمان دايم أمان غير مهدد أمان لا يتزعزع في الواقع مفيش أمان حقيقي أمان راسخ أمان مضمون أمان لا يتزعزع إلا الأمان اللي موجود في الله نفسه أمان الإنسان اللي بيعيش على إن الله أبوه ومعتمد على إنه الله أبوه ومختبر إنه الله أبوه وعارف إنه هو ابن لهذا الإله المحب المسؤول المعتني الراعي وعايش في ملكوته تحت رعايته تحت عنايته في ظل ملكه في ظل أبوته دا الأمان الحقيقي دا الأمان الحقيقي اللي المسيح يتكلم عليه لكن لما كلمنا على حاب يعرفنا عن الأمان الحقيقي الأمان الحقيقي كلمنا أيضا عن الأمان المزيف والأمان اللي يؤدي إلى نتيجة مهلكة أو نتيجة ضيع فعشان كده لما نبص في العزة على الجبل في إصحاح ستة من إنجيل معلمنا متة نلاقي إنه ابتدى الإصحاح يتكلم على العلاقة الشخصية اللي بين الإنسان والله واتكلم فيها عن إزاي إنه هو عايز العلاقة دي تكون حقيقية مش مزيفة مش الإنسان بيعمل حاجات عشان يتقال عليه حاجات عايزها حقيقية انتقد المراءة في التدين انتقد الناس اللي بتعمل حاجات عشان الناس تشوفهم وتمدحهم وتكلم على إنه عايز علاقة حقيقية في الصلاة في الصوم في إعطاء صدقة وعمل الخير اتكلم على الأصالة في العلاقة وإنها تكون علاقة حقيقية ليه؟ وزي ما قلنا وسمينا الحلقة ساعتها إنه أنت رفيق الله الأبدي ربنا مهتم جدا بيك عامل حسابه إنه أنت وأنت وأنا وولاده كلهم يقضوا معا الأبدية فمش عايز ناس مزيفين مش عايز علاقة مش حقيقية عايز علاقة حقيقية جدا علاقة حية جدا فداكت الجزء الأولاني لغاية آية 18 في إصحاح متى 6 ويكلم على الموضوع ده من خلال مفهوم الأبوة فكان كل كلامه دايما يقول تعمل كذا عشان أبوك في السماوي يشوف كذا وأبوك في السماوي يجازيك بالطريقة الفلانية وبعدين لما علمنا في الصلاة قال لما تصلوا يقولوا أبانا الذي في السماوات فاتكلمنا حلقتين عن إنه المسيح هو اللي عرفنا أن الله أبونا وإنه معنى الأبوة في المسيحية هي إيه؟ بعدين لاقي إنه نقل نقلة غريبة في بقية الإصحاح بعد ما يتكلم على العلاقة وبعد ما يتكلم على العلاقة من خلال مفهوم الأبوة رح ناهل فجأة على الكنوز والفلوس والقلق في بقية الإصحاح من آية 19 لآية 24 اتكلمنا على الإكناز في السما مش على الأرض ومن آية 25 لآية 34 آخر الإصحاح كلمنا عن إنه نحن لا نقلق لأن الله يعتني بنا فإيه الموضوع وإيه علاقة الكلام ده بالجزء الأول في الإصحاح علاقة الكلام ده أنه الكلام منطقي جدا لما نفهمه من خلال الفكر العام اللي عند المسيح في العزع الجبل المسيح في العزع الجبل يصف حياة الملكوت اللي بقت ممكنة لنا بعمله وتجسده وخلاصه وصلبه وقيمته وحياته فينا فبقى رجعنا تاني من ملكوت الظلمة والغربة عن الله والعبودية لإبليس إلى ملكوت الله نعيش تحت ملكه في كنفه في رعايته أولاد حقيقيين له في هذه الحياة عايز علاقة حقيقية مش مزيفة في هذه الحياة عايز علاقة ابن بأب عايز علاقة أب بياخد باله من ولاده والنقطة التانية بقى في الإصحاح بيكلمنا على موانع هذه العلاقة إيه الموانع؟ إن الإنسان ما ياخدش باله ويحط أمانه في حاجات مادية أمانه في كنوز أرضية أمانه في ممتلكات أمانه في أشياء معنوية لكن أرضية أمانه في حاجة غير الله فبيقول الحياة في الملكوت الحياة مع الله كأب هو أبونا وإحنا أولاده أساسي فيها إن الإنسان يحط أمانه بالكامل في الله أبوه دي الآيات من تسعتاشر لآخر الإصحاح أربعة وثلاثين في جزئين الجزء الأولاني بيقول أي حاجة الإنسان يحط فيها أمانه غير الله كنوز على الأرض مش صح والجزء اللي بعديه من خمسة وعشرين لتأربعة وثلاثين بيقول إنه ما نقلقش وإنه نعتمد على الله اعتماد كامل لأنه يرعانا ولأنه أبونا السماوي ليه مهم قضية الأمان وارتبطها بالعلاقة والحياة مع الله كأبونا لأنه من نضع أماننا فيه بياخد ولأنا من تضع أمانك فيه الشخص أو الشيء أو القيمة التي تضع أمانك فيه أو فيها تأخذ ولائك ومع الوقت تبقى هي إلهك أي أمان لنا نحطه في غير الله ياخد ولأنا لأن ده أماننا وبعدين بالتدريج يبقى إلهنا وده كلام المسيح اللي هنركز عليه النهاردة في آيات من 19 لـ 24 وهو بيكلمنا عن معنى الأمان الحقيقي مع الله فيه كتير ما بناخد الكلام ده بناخده على أنه هنقرأ دلوقتي الآيات بالتفصيل ونركز في الكلام كلمة بكلمة لكن هو قال يعني تلات أفكار أساسية لغاية ما نقرأ الآيات أنه ما تكنس على الأرض اكنس في السماء وقال أنه في عين بسيطة وعين شريرة وقال أنه ما تقدرش تخدم سيدين يا ربنا يا المال كتير بناخد الكلام ده على المعنى المباشر وفقط لكن له معنى عميق جدا زي ما أنا قلت مرتبط بالأمان الحاجة التانية أنه البعض يمكن يفتكر أن الكلام ده مش له أو أن الكلام ده للأغنية أو اللي عندهم فلوس عشان ما يتكلوش على فلوسهم إطلاقا اللي ما عندوش فلوس لكن قاعد الآن طول الوقت على الفلوس وعلى مكسب الفلوس وعلى امتلاك الحاجات هو نفس الحرب نفس القضية نفس الاحتياج للأمان اللي المسيح بيتكلم عليه فالكلام هنا مش للأغنياء وفقط فيه أوقات تانية في الكتاب المقدس اتكلم فيها الكتاب الروح القدس كلم الأغنياء أو المسيح نفسه بشخصه كلم عن الأغنياء أو للأغنياء لكن هنا بيتكلم الكل لأنه سمعينه وكانوا كل الناس فهنا مش بيكلم الأغنياء وبس بيتكلم الكل وبيقول احذر أن تضع أمانك في شيء آخر غير أبوك السماوي وهنا برضو الكلام أحيانا يتشرح بمنطق يديلنا فكرة يعني أن الفقر أفضل من الغنى المسيح ما بيقولش كده برضو هنشوف دلوقتي المعنى اللي بيقوله ومش بيقول يعني أن حالة الاحتياج أحسن من حالة أن اللي يبقى عنده الواحد مش محتاج ماديا يعني الله مش عايزنا فقراء مش ده هدف حد ذاته عنده ومش ده إرطه للبشر ومش إرطه لأولاده الحاجة التالتة والأخيرة النقطة المهمة اللي عايز تبقى واضحة قبل ما ناخد المعنى بالتفصيل أنه برضو الكلام ده مش مقصود بأن الأرضيات ملهاش إيمة الحياة على الأرض ملهاش إيمة الحياة في هذه الدنيا ملهاش إيمة وكل حاجة مهمة هي في السماء أنه الله مش مهتم بالحياة الدنيوية بالحياة الأرضية إطلاقا الله مهتم جدا بحياتنا على الأرض وحياتنا الدنيوية وكل ما فيها في الواقع منطق المسيح في الكلام أنه بيقول يا جماعة الله أبوكم مسؤول عنكم وده الأمان الحقيقي لكم وعشان الله أبوكم ومسؤول عنكم مهتم جدا بكل حياتكم وكل تفاصيلها ومهتم شوفوا في الآيات الإخرانية في الإصحاح أتكلم على طيور السماء وزنابق الحقل وحاجات بسيطة وبعد كل مرة يفكرنا أن احنا أهم من ده فالله مهتم جدا بيكم وبكل تفاصيل حياتكم يقولك أنه يعلم أنكم محتاجين كل ده الحاجات اللي احنا محتاجينها هو عارف أن احنا محتاجينها فالله مهتم بما نهتم بيه بمن نكون وكيف نفكر لأنه هو بيجهز ناس تعيش معاه في الأبدية كأولاد وكرفقة وصحبة معاه في الأبدية احنا اللي هنعيش معاه في الأبدية ناخد فاصل قصير ونكمل حدثنا بعد الفاصل نرجع مع بعض للآيات اللي بمقصود بيها الجزء ده في إنجيل متى صح 6 فيه ثلاث أفكار رئيسية في الآيات من 19 ل24 الفكرة الأولانية عن الكنز بتاع الإنسان فبيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدق وحيث ينقب الصارقون ويصرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدق وحيث لا ينقب صارقون ولا يصرقون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا الفكرة الثانية بيكلم على العين ويمكن يباني أنها مش مرتبطة قوي باللي قابليها واللي بعديها لكن هنفهم مع بعض إزاي مرتبطة في 22 و23 يقول سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا نيرا يعني منور وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كيف كم يكون آي 24 يقول الفكرة الثالثة اللي هي أنه فيه استحالة أن الإنسان يحاول يخدم سيدين لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال ففي الآيات دي وهناخدهم جزء جزء بيدلنا ثلاث أفكار أساسية الثلاث أفكار هم أنه فيه اختيار خاطئ مبني على رؤية خاطئة لكن أيضا يؤدي إلى عبودية مهلكة اختيار خاطئ مبني على رؤية معيبة أو خاطئة ويؤدي إلى عبودية مهلكة إيه الاختيار الخاطئ؟ الاختيار الخاطئ أن نركز اهتمامنا على حاجات تدلنا أمان غير الله ده الاختيار الخاطئ تركيز الاهتمام والاهتمام هنا معناه الوقت المجهود التفكير نركز على أشياء أخرى أشياء مادية أشياء معنوية أشياء أرضية ده تركيز بيحطه الإنسان على الحاجات دي والرؤية اللي مصصح اللي وراء الاختيار ده اللي مصصح أنه فيه رؤية أن الموضع أماننا هو الحاجات دي مش الله والرؤية الصحة اللي عكسها أن احنا نشوف أن الله هو الأمان الحقيقي والفكرة الثالثة اللي بيقول المشكلة المشكلة مش أن الإنسان ما بيحققش أمانه وبس لكن أيضا الحاجات دي لو تحط أمانك في حاجة تانية بتستعبدك وتضيع حياتك وتاخدك من الله تصير لك إله آخر تصير سيد آخر عشان كده في أول الفقرة يقارن بين الكنز اللي في الأرض وفي السماء وفي الآخر يقارن بين السيد اللي هو الله والمال فالمال يتحول لسيد لأن نبتدينا نحط الكنز بتاعنا في الأرض فالاهتمام بأي شيء آخر غير الله كأغلى قيمة في الحياة أهم قيمة في الحياة كنز الحياة بيؤدي إلى العبودية لهذا الشيء بدل من عبودية الله أو عبادة الله أو أن الواحد ينتمي لله دول الثلاث أفكار الأساسية هناخدهم بالتفصيل أول حاجة نلاحظها في آية 19 و20 هنحطهم على الشاشة مع بعض أن يقول إيه لا تكنزوا كنوزا على الأرض وعلى 20 يقول إيه بل اكنزوا كنوزا في السماء اللي نلاحظوا هنا أنه بيقول مش ما تكنزوش خالص لا بيقول ما تكنزوش على الأرض كنزو في السماء يعني النفي مش للكنز أو الإكناز كلمة تكنز فعل يعني مش عملية الإكناز إنك تحوش كنز لا كنزك فين ونوعه إيه فالمسيح هنا كأنه بيقول حاجة ضمنية غريبة جدا إنك هيكون ليه كنز كل إنسان له كنز مش إنه ما يكونش ليه كنز خالص لأ إنما كنزك فين فكرة الإكناز ونوعية الكنز مهمين جدا الكنز هنا مش بس الحاجات المادية هو بيقول على الأرض لكن إيه الكنوز على الأرض ممكن إن إحنا بناخدها على إنها المال أو الحاجات الممتلكات المادية وبس ويمكن ده مرتبط أو متأثر بإنه في آخر الفقرة المسيح عملها مقارنة مباشرة بين المال والله سيادة الله وسيادة المال لكن الحياة الفكرة إنه فكرة الإكناز معناها إنه كل ما يعتبره الإنسان مهم في حياته كل اللي بيتكل عليه كل اللي شايفه إنه مهم مركز لحياته الإنسان مصمم إنه يكون له كنز الإنسان لابد إنه يكون له كنز الإنسان مش مخلوق غريزي عايش يشبع بعض غرائز واحتياجات مادية الإنسان بيعيش لقيمة الإنسان بيعيش لهدف الإنسان فيه غرض في دماغه الهدف ده ممكن يكون مش بس فلوس ممتلكات ممكن يكون مكانة سمعة ممكن يكون وضع في مجتمع ممكن يكون دور ممكن يكون عيلة ممكن يكون أولاد ممكن يكون حاجات كتيرة جدا يقول كنزي ده دول كنزي ده كنزي الكنزي معنى إيه؟ إنه هو أهم حاجة إنه هو الشيء اللي يدي للحياة معنى أو طعم إنه هو الحاجة اللي لو فقدت حاجات تانية كتير مدام الكنزي موجود مش مشكلة ده الأهم ده المهم لو الكنزي ده تهدد مهما كان عندي كل حاجة تانية الحياة تتهز لأن ده أغلى حاجة وأهم حاجة لو فقدت الكنزي بتاعي أحس إن الحياة ملهاش معنى أحس إن الحياة ملهاش معنى فإذن في صميم إنسانية الإنسان إنه بيعتز بشيء بيهتم بيه وبيعتبره كنز له شيء أساسي في تحقيق إنسانية الإنسان إنه يكون له حاجة مهمة في حياته في بعض ملامح في السلوك الإنساني توضح الحكاية دي بصورة يعني بسيطة قوي وضعيفة لكن توضحها يعني تلاقي الطفل الصغير عنده لعبة مفضلة جايز مش هي أغلى لعبة جايز مش هي أحلى لعبة جايز مش هي أجدد لعبة ممكن تكون أقدم واحدة ويكون جاله حاجات تانية كتير وأحلى كتير بس في حاجة مفضلة دي بالنسبة له أغلى حاجة ده ملمح من ملامح إن الإنسان بيعتز بحاجة أكتر من غيرها الناس اللي بيتأثروا في الحر بساعات لأن هم محرومين من حياتهم اللي غالي عليهم من أسرهم من أولادهم من زوجتهم إلى آخره تلاقي محتفظ بشيء مثلا صورة حاطتها في محفظته لابنه أو لعيلته أو حاجة دهاله ومراته بديت له حاجة وهو مسافر حاجة بتفكره تبقى غلي عليه جدا تبقى أغلى حاجة عنده في الوقت ده لأنها بترمز للشيء الغالي اللي في حياته فالإنسان مخلوق يقدر أشياء ويدلها إيمة وتبقى مهمة جدا في حياته بدرجة تقدر تقول أن الإنسان لابد أن يكون له كنز وده سؤال له كل واحد أنت حاسس كنزك فين وأن الكنز ده مرتبط بأهمية حياتي معنى حياتي كياني روحي كرمتي الإنسانية عشان كده المسيح ما بيقولش ما تكنسي لا بيقول اكنز فين بيتكلم على أن الإنسان يكنز وحلاوة أنه هو يقول اكنز في السماء الكنز اللي في السماء هو الله الكنز في السماء أنه لما يكون كنزك في السماء الإنسان اللي كنزه في السماء اللي هو الله هذا الكنز الله يشبع الحياة كلها يدي للحياة معنى رائع ولا ينزع من الإنسان وحلاوة الله لما يكون هو كنزنا وهو أبونا أنه هو يشبعنا في احتياجاتنا أيضا يعني ده كنز يشبعنا بالاحتياجات التانية أو الكنوز التانية في ناس بترضى وتحط رجاها في كنوز أرضية أو مادية أو تاخد قيمتها من وضع أو مكانة أو من عيلة الله لو هو الكنز الحقيقي بتاع الإنسان هو الكنز الذي لا يضيع دي فكرة السوس والصدق ما يبص ولا يتسرق وأيضا يشبع بالاحتياجات المادية والاحتياجات المعنوية وقيمة الإنسان اللي الإنسان محتاجها عشان يعيش العجيبة أن المسيح لما بيشرح الحكاية دي لنا بيديلنا سبب يعني المسيح بيحترم الإنسان جدا أنه هو بيديله سبب بيقنعه بيقوله فيه سببين في الآيات 19 و 21 و 21 ادلنا سببين ايه هما السببين ادى سبب من ناحية الكنز يعني لو سألناه ليه تنصحنا بأن نكنز في السماء مش في الأرض ليه تنصحنا أن الكنزين يكون الله نفسه مش حاجات في الأرض يقول لسببين سبب من ناحية الكنز وسبب من ناحيتكم أنتوا السبب من ناحية الكنز أن الله والكنز السماوي ما يبص ولا يفسد ولا ما يصديش ولا يسوز وما يتسرقش ما يضعش منكم فنحية الكنز والسبب الثاني يقول أنه حيث لآية 21 لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا أن قلبك في النهاية هيتعلق بكنزك وحياتك مرتبطة بإيه الحاجة اللي أنت شايفها كنز فإذا فيه سببين بيدهم لنا المسيح يقنعنا بيهم أن الكنز اللي في السماء ما يضعش ولا يبوز وأن حياتنا تكون مختلفة لما نرتبط بكنز سماوي أما لما نرتبط بكنز أرضي يستعبدنا ويضيعنا وده اللي بنشوفه في الآيات اللي بتتكلم على ما نقدرش نخدم سيدين فهنا لما بنشوف النقطة دي يمكن نتساءل طيب لما العملية يعني بسيطة كده وواضحة كده ليه نلاقي ناس مع معرفتهم لده سمعهم للكلام ده ما زال يكنزهم ما زال بيحط رجاءهم في المادي أو الأرضي أو الوقتي القضية لما بقول المادي مقصودش من الحاجات المعنوية فيه حاجات معنوية كتيرة وهي برضو أرضية ووقتية الوقتي مش الأبدي السماوي ليه ناس بتحط رجاءها كتير في حاجات تانية ليه كده لأنه المشكلة مع الحاجات دي إن هي بتبتدي مشكلة إن الواحد يحط أمانه في مكان غلط وبعدين تسحب 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 دايما في تدهور هقول قصود إيه الإنسان يحط أمانه في حاجة ما تديش أمان حقيقي والحاجة اللي ما تديش الأمان الحقيقي عمرها ما بتحقق أمان حقيقي فبالتالي يفضل يسعى وراها لأنها مش بتشبع ومش بتأمن وكل ما بيسعى وراها كل ما يعوز أكتر يفتكر إنه لو خد شوية أكتر يبقى يحقق الأمان بمعنى عملية هل عمرنا قابلنا إنسان وصل لدرجة معينة من الغنى أو الممتلكات وقال كفاية علي كده أنا وصلت لما وصل للرقم ده ده كفاية ما بتحصلش أبدا دايما الإنسان اللي بيحط أمانه في الفلوس عايز أكتر ويدور أكتر ويقارن نفسه باللي عنده أكتر وكل ما يوصل يحط في دماغه رقم يوصل له يلاقي إنه عايز أكتر ليه أنا ما بتشبعش بس المشكلة إيه السعي المستمر المضطرد في الاتجاه ده وما بيديش أمان بينقل من مرحلة إن أنا حاطت الأمان في مكان غلط لمرحلة إن الموضوع ده في حد ذاته بقى شهوة عندي ودي الحتة اللي بيتكلم على العين بقى شهوة عندي يعني إيه شهوة عندي يعني بقى القلب متعلق بالحاجات دي لدرجة إن أنا أقع فريصة للطمع حب الامتلاك حب الاستحواز عايز 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 وبعدين المرحلة دي تنقل مرحلة تالتة وأخيرة ومتعبة جدا وهي إنه الحاجات دي تملك على الحياة وتسود اللي هو سيادة المال والممتلكات على الحياة يبقى الإنسان عبد لسعيه واللي بيجري وراه واللي بيدور عليه اتدت بطلب مشروع جدا إنه هو عايز أمان بس حطه في المكان الغلط وتدهور المكان الغلط ده إلى شهوة وقيد إنه عايز أكتر وتدهور إلى عبودية ما يقدرش يخرج من قبضة هذا الإحساس بالاحتياج الكلام ده مش معناه إن الحياة على الأرض غلط وربنا مش عايزنا نتعلق بيها خالص أو عايزنا نترك الحياة على الأرض ننسحب من الحياة الأرضية نتجنب الحياة في العالم أو إنه هو يعني بيدعونا هو نظرته لأن الحياة اللي في العالم دي مش مهمة كل الحكاية عن السماء والحياة في السماء إطلاقة الله مهتم جدا بالحياة الأرضية وبالعالم وبالكل ما فيه مهتم بعملنا مهتم بأسرنا مهتم بأولادنا مهتم بالممتلكات بتاعتنا مهتم بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه ولو خطة ولو مشيئة ولو رأي ولو غرض ولو حاجات عايز يعملها في كل هذا هذا كله يهم الله ومش بس كده يريد أن يكون مهما لنا يريد أن الحياة الحاجات دي تكون مهمة لنا عايز أن العيلة مهمة لنا أولادنا مهمين لنا العمل بتاعنا مهم لنا لكن مهم لنا من خلال أن الله أهم شيء أن الله هو الكنز الحقيقي اللي بيدي إيمة وغرض الحاجات دي إذن الله عايزنا نعيش الحياة الأرضية بكل ملئها مش نتجنبها لكن نستثمرها لحساب الله اللي حاطت كنزه في السماء بيستثمر حياته على الأرض لحساب الله نفسي الكلمة دي تعلق معنا أن احنا نعيش حياتنا لحساب الله كل ما يعمل مش غلط وصح لكن لو يتعمل لحساب الله فبيثمر لحساب الله فبقى شيء رائع بيعمل كنز في السماء ناخد فاصل قصير ونرجع لمفهوم الحياة لحساب الله فكرة أن الله ما تهموش الأرض ولا الحياة الأرضية الجزء اللي من حياتنا اللي نعيشه هنا على الأرض فكرة ليست من المسيح وفكرة أن الله عايزنا ما يهمناش حياتنا هنا على الأرض فكرة ليست من المسيح المسيح قال بوضوح في أول عزع الجبل أنتم ملح الأرض وقال أنتم نور العالم شايف أن لنا ضوء ضور في العالم ومهتم بالعالم فلما بيقول اكنزوا ليكم كنوز في السماء مش على الأرض مش عدم اهتمام بالأرض ولكن يقصد بيها أنه لأنه مهتم بحياتنا على الأرض حياتنا على الأرض بتاخد معنا أروع وفي الواقع بيتحقق معناها الحقيقي لما نعيش على الأرض لحساب الله لما نعيش على الأرض بمنطق أنه هو كنزنا الحقيقي والحياة اللي هنا دي بنستثمرها لحساب الله يعني إيه نعيش لحساب الله يعني مش مسألة معنى جميل أو لغويا كلام حلو لا إطلاقا الله له غرض في الحياة الله عنده أهداف يعملها في حياة الناس اللي احنا عايشين في وسطيهم عائلتنا علاقتنا في الشغل في الدول اللي احنا عايشين فيها في المجتمع الله عايز خير وعايز صلاح وعايز يسدد احتياجات الناس وعايز يوصل لهم حبه وشخصيته وإحنا نقدر نستثمر حياتنا في اتجاه هذا الغرض يعني الحياة لحساب ربنا معناها أن احنا ندرك غرض الله وأن له خطة وعايز يعمل بينا حاجات مش عايزنا ننسحب ونبعد عايز يعمل بينا حاجات في حياتنا وحياة الآخرين فنعمل لحسابه ونعمل لحسابه يعني مش أن احنا يبقى عندنا بعض أفكار ومبادئ ونقول ربنا أكيد بيحب كده ونصرف احنا لا نعمل بحسابه يعني يوم بيوم خطوة بخطوة بفعل بفعل نسمع منه المسيح هو اللي قال الفكرة دي قال إنه ما بيعملش حاجة إلا لما يشوفي القاب يعملها محتاجين الابن الحقيقي بيعيش مع أبوه السماوي كأنه شايفه بيعمل حاجة يعمل زيها يقول له اعمل كذا يعمل كذا عايش بمنطق إنه بينفس خطة أبوه السماوي هو اللي رسمها له مش عايش في حربه بيحاول يحقق حاجات ويكسب حاجات وياخد ممر كويسة لا ده خطة الله رسمها وبيقول إنه هو يعني خلقنا لأعمال صالحة سبقة فقعدها اللي كي نسلك فيها في رسالة أفاسوس بيقول التعبير ده فإذا توجيه الله لنا مضمون توجيه مستمر فهو عايزنا نعمل إيه لكن يبقى عندنا الفكر إنه إحنا مش إن الحياة دي مش مهمة ونتجنبها نتركها نبدع عنها لا إطلاقا الله مهتم بهذه الحياة عايزنا نستثمر حياتنا على الأرض لحساب السماء نعيش حياتنا على الأرض لحساب السماء فده الإكناز في السماء فإذا لازم تكون دي فكرة واضحة جدا الكتاب المقدس مليان بالكلام في مزمور 119 مثلا يتكلم على الله يقول يقوله يقول إيه؟ يقول له أسست الأرض فثابتت على أحكامك تثبت اليوم مش أسستها مرة زمان وانتهت القصة لا إنهاردة ثابت على أساس إيه؟ إن أحكامه تحكم الحياة على الأرض وفي الكون النهاردة فعل الخلق لما خلق الله البشرية والأرض والكون وكل حاجة ما كانش فعل واحد وانتهى القوانين التي تحكم الطبيعة ومشية كل حاجة في الطبيعة هذه القوانين بتستمد قوتها من الله وشغالة على طول مزالة دلغاية دلوقتي سواء كانت الجاذبية أو غيره مزالة شغالة بقوة الله في قوة لله عاملة في الكون وفي الخليقة لو صحبها ربنا الحياة تنتهي في لحظة واحدة فإذن الخلق ما كانش عمل زمني وفقط لكن عمل مستمر هو إيه؟ إن ربنا بيستمر في الخليقة في كلمة في الإنجليزي جميلة إنه يقولك يعني بيحفظها بيخليها تستمر يعني بيحتفظ بيها إنها عيشة على قوته عيشة بقوانينه يقول كده المضمور التاني يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها دي بتاعته مش بيتخلى عنها ويتم وما يتمش بيها دي بتاعته متم بيها جدا المسيح نفسه لما كان على الأرض في يحنى خمسة قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل في عمل لربنا موجود وخطة له في الحياة فإذا نقدر نعيش حياتنا لحساب الله ولما نعيش لحساب الله يبقى إحنا شايفين أمنا الحقيقي في الله يبقى بنكنز في السماء يبقى كنزنا هو الله وهذا كنز آمن لا يهدد والحاجة التانية نلاقي إن حياتنا كلها ببساطة بتنبع في اتجاه صح يعني الحقيقة اللي المسيح بيشرحها هنا إن حياة الإنسان اللي بيعيشها الحياة اللي بيعيشها بيعيشها تخدم الهدف اللي هو مهم عنده في حياته الكنز بتاع حياته حياته بتلقائية بدون مجهود صعب بتخدم الهدف اللي مهم اللي جوه حياته عشان كده لو بتلاقي نفسك بالعافية بتجيب لنفسك لربنا أنت لسه ما حطتوش مركز حياتك محتاجت أو في حاجات تانية كتيرة مزحمة الله لكن لما الله بيكون مركز الحياة بتلقائية حياتنا بتنظم نفسنا حوالين المركز اللي هو الله حياتنا بتوجه نفسها في اتجاه الله لأنه هو بقى المركز بقى هو البقرة بتاعت الحياة وكلمة البقرة دي ترى تفكرنا بالمبدأ التاني اللي تكلم عليه المسيح اللي هو العين البقرة مرتبطة بالرؤية وبالعين فالمسيح قال إيه قال إن فيه عين بسيطة وفيه عين شريرة والعين البسيطة بتمثر الاختيار الصح اللي هو مبني على رؤية صحيحة بتؤدي الاختيار صح مبني على رؤية صحيحة إنه بقى شايف مين الأهم وشايف بس دي محتاجة استنارة محتاجة إنه إنه المسيح نفسه ينير لنا القيمة العليا والقيمة الأهم هي الله والحياة معاه فلما الواحد تبقى له الرؤية دي ويبني الاختيار بتاعه على الرؤية دي تبقى دي العين البسيطة يعوزنا الوقت لو تكلمنا عن كلمة بسيطة لأن الكلام فيها كتير والتفاسير كترت لأن الكلمة الحقيقة تترجم بمعاني كتير قوي ساعات تترجم معنى صحيحة يعني healthy مش مريضة وكلمة العين الشرية تتترجم على أنها evil أو unhealthy مش سليمة كلمة صحيحة أيضا ساعات تتكلم أو بسيطة ساعات تتكلم على أنها single eye كلمة يجوز أن معناها single eye يعني مش شايفة حاجات كتير شايفة حاجة واحدة ما فيهاش ازدواجية في الرؤية لكن النقطة المهمة أن فيه رؤية بتؤدي أن يبيني عليها هذا الاختيار وفي المقابل فيه رؤية مش صح أن الواحد يشوف حاجات تانية أهم من ربنا وأمانه في حاجات تانية مش في ربنا فيبني اختياره على هذا وده اللي بيقوله المسيح أن لما يحصل كده يزداد ظلاما لما يكون العين اللي مفروض تديه لرؤية صح مش مديال ورؤية صح بيزداد ظلاما النقطة الأخيرة في الثلاث نقطة استحالة خدمة سيدين في مقابلة في الكلام ما بين الكنز اللي في الأرض والكنز اللي في السماء وبين سيادة الله وسيادة المال اللي اتنين فيهم نفس المعنى ونفس التدرج الفكرة أنه بيقول أنه فيه اختيار تحط أمانك في إيه مبني على رؤية نقطة العين وبعين بيؤدي إلى يا إما حرية يا إما عبودية مع الله حرية مع أي أمان في حاجة تانية عبودية ودي نقطة مهمة جدا بس المسيح هنا مش بس بشرح النقطة دي بيقول كمان فيه استحالة عند الناس اللي بيحاول يجمعه بين الاتنين مستحيل يعني تحاول تبقى على فكرة المشكلة هنا إيه إنه مش هنقابل مش هنلاقي حد شايف وبيعترف بيقول إنه هو حاطط المال والمال هنا كناية عن كل حاجة تانية مادية أو مؤقتة أو وقتية زائلة من عشان لايه حد بيقول إنه هو حاطط المال أهم من ربنا أي حد هنسأله وبإخلاص هيقول لك إنه لا طبعا الله أهم وأنا حطه في حياتي أهم لكن حقيقة الأمر لما نبص على الحياة اللي عايشها نلاقيها بتخدم حاجات تانية مش الله وفي ناس حياتهم بتخدم الله فعشان كده المسيح قد مبدأ الفكرة المقياس حياتك شكلها بتخدم أنه سيد فالقضية مش قضية اعترافك مين السيد بتاعك الله أم المال الله أم الماديات الله أم الحياة الأرضية الله أم حياتك اللي أنت عاملها بإيديك حياة الزات لكن الفكرة حياتك شكلها إيه بتخدم أنه سيد لأنه المشكلة أنه يا دا يا دا دا كلام المسيح قضية المسيح هنا أنه اللي بيحاول يجمع بين الاتنين حتى لو بيقول أن الله أهم من المال مش هيقدر حقيقة يعلنها المسيح أيها الأحباء اليوم أنه مستحيل أن نجمع بين الاتنين ودي حقيقة لنستطيع أن نغيرها أو نتحايل عليها مهما كانت شطرتنا فلازم نقبلها من المسيح كحقيقة يا إما الله يبقى في الأولوية في السيادة للسيادة إيه مشكلة إيه ليه مستحيلة لو سألنا السؤال لماذا هي مستحيلة أن نجمع بين الاتنين يعني ما يجرى أي حاجة يعني إما نأمن نفسنا بمقياس يعني العالم ولما نبقى متطمنين على حياتنا في العالم نقدر نخضب ربنا وإحنا مش قلقانين على الحاجات اللي إحنا محتاجينها المانع يعني إحنا نأمن مستقبلنا وبعدين نقدر نبقى فيقين خدمة الله وخدمة أغراضه وأهدافه وهكذا الحقيقة اللي بيقوله المسيح مستحيل لازم يبقى الأمان في الله لازم تبقى الولاء لله ليه لأن الولاء لأي شيء آخر بياخدنا من الولاء لله السيدين ضد بعض أي سيد آخر أي حاجة زي ما قلنا في الأول أي حاجة تحط أمانك فيها هيكون ولاءك ليها وأي حاجة هتتيل تديلها ولاء هتاخدك من الله وتاخدك من الولاء لله وتبقى هي سيدة على حياتك للأسف الحاجات الأرضية سواء ممتلكات مادية أو معنوية يعني مكانة معنوية في المجتمع مكانة معنوية في شغل إلى آخر كل الحاجات دي سيد ظالم سيد ديكتاتوري سيد يسود سيد ما بيسيبش سيد غيره سيد بيسيطر على حياة الإنسان تدي لي فرصة وتقول يعني مكانك صغير كده جنب الله ياخد يحوذ على الحياة كلها يكوش على الحياة كلها وياخدها ياخدك من الله ويسيطر على حياتك ويطرد الله من عرشه من على عرشه في حياتك إذن أيها الأحباء مهم جدا الكلام ده أنا يعني ما تعرضت لفكرة العالم لكن هو هو نفس الكلام لما يتكلم على لا تحب العالم بس احنا خلينا نركز في معنى واحد مش نجيب كل المعاني النهاردة لكن الفكرة كلها هي كده رغم إن رغم إن الله ممكن يكون مكان في حياة الإنسان اللي بيدور على الأرضيات والماديات والمعنويات والوقتيات لكن هيكون المكان ده بيخدمها يعني ساعات حد ده الملك على حياته ده والله موجود أيضا لكن موجود عشان يخدم الهدف ده بيطلب من ربنا حاجات باركني في كذا ساعدني في كذا سامحوني يعني زي الحرام الحرامي اللي رايح يسرق فبيقول يا رب بسترها علي فالله بيخدم أغراضه هو مش هو بيخدم أغراض الله فالسيادة عشان يبقى المعنى واضح معناها إن احنا بنعمل لحساب الله بيسود الله على حياتنا وبنعيش حياتنا نعمل لحسابه حتى لو كان في الواقع ظاهريا نحن نعمل لحساب آخر حد تاني مين فينا ما بيعملش لحساب حد تاني بتشتغل في الحكومة بتعمل لحساب الحكومة بتشتغل في شركة بتعمل لحساب شركة بتشتغل حتى عندك بيزنس انت المالك المسؤول عنه انت سيد نفسك ورايس نفسك انت بتشتغل لحساب الزبون بحساب اللي بتقدم له خدمة وبيبيع له بضاعة فدايما نحن نشتغل لحساب آخر لكن ده الروع انه لو قرينا في الكتاب المقدس يدلنا مفهوم رائع يقولك انت ممكن في الظاهر بتشتغل لحساب حد لكن في الواقع وجوه قلبك وفي الحقيقة اشتغل لحساب الله وانت في الظاهر بتشتغل لحساب حد آخر ناخد الايات دي بتقول ايه يقول في رسالة كلوسي ايوها العبيد وهنا العبيد يقصد بيها يعني اي حد بيشتغل عند حد تاني كان اسمه عبيد برضو يعني الموظف ينطبخ عليه الكلام ده الى اخر اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد ممكن تقول رؤسائكم لا بخدمة العين مش بس بتخدم بطريقة لو باصص علي اعمل ايه ولو مش باصص علي ومش شايفني اعمل على كيفي كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب مش خايف من عين الريس انا خايف من الرب نفسه ويقول ايه بعديها وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب يعني ادي كل مجهودك واللي تقدر عليه وباخلاص وبأمانة مش بس المطلوب منك اللي تقدر عليه واكتر اعملوا من القلب كما للرب ليس للناس مش عشان خاطر للناس الناس قدروا ما قدروش بتعمل من القلب الناس واخدين بالهم ولا مش واخدين بالهم مش هيعرفهم بتعمل من القلب الناس هيكفقوك ولا مش هيكفقوك بتعمل من القلب بتعمل للرب وبعدين علمين أنكم من الرب ستأخذون جذاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح وهنا حاجة عجيبة جدا هنا نلاقي أن الميراث السماوي في الآية دي معتمد على الأمانة والإخلاص في عمل على الأرض في عملك البشري في عملك الدنيوي فيشوف هنا قد إيه الإيمال اللي ربنا بيحطها على حياتنا الدنيوية مش إن إحنا ما نعتبرهاش لكن بنعمل لحسابه إذن أيها الأحباء المعنى هنا مش ببساطة ما تحبش الفلوس أو ربنا مش عايزنا نبقى أغنية وعايزنا نعيش محتاجين إطلاقا المسيح بيكمل لنا الصورة الجميلة اللي بيتكلمها عن حياة الملكوت في العزة على الجبل بيتكلم عن ولاد الملكوت اللي عايشين حاسين إن الله أبوهم مسؤول عنهم حطين أمانهم فين كنزهم فين حطين أمانهم في إن الله أبوهم إن الله مسؤول عنهم أمانهم الحقيقي في إبوة الله لهم أمانهم الحقيقي في انتماءهم لله وأمانهم في عنايته بي وأمانهم مش في الحاجات الأرضية جت راحت زادت نقصت أمانهم الحقيقة في مصدر الحاجات دي هو الله نفسه ومهتمين بأنهم يستثمروا حياتهم لمصلحة الله لحساب الله عشان خاطر الله مهتمين بغرضه خطته اللي عايز يعملوا في الحياة عايزين يعيشوا حياتهم مش يخدموا أهداف أرضية عشان يكنزوا بعض فلوس للمستقبل أو حاجات لأولادهم بيكنزوا أو بيشتغلوا لحساب الله ربنا عايز ايه من حياتهم ربنا عايز منهم ايه ايه الرسالة اللي عايزها منهم ايه الأعمال اللي مجهزها ليهم يعملوها عايشين بيشتغلوا لحساب الله عايشين بيكنزوا في السماء في كل جوانب حياتهم حتى في وظيفهم الأرضية بل أول حاجة في وظيفهم الأرضية كل حياتهم هي لحساب الله وكل حياتهم بتكنز ليهم كنوز في السماء وإلى اللقاء فحلقة قادمة اشتركوا في القناة